تعالى نبص على بنفيكا وتعالى نبص على لايبزيك مطلعين فلوس عاملة ازايك ونضرب النموذج بالاسماعيلي مثلا الاسماعيلي مفلس بقاله اكتر من اربع خمس سنين والنادي فعليا كل مرة كل موسم بينقذ نفسه في اخر الموسم لدرجة تحزنك ان الناس دي كانت في مرحلة ما الحداشر بيمثلوا منتخب مصر والحداشر مطلوبين في الفصول انتقالات بالزبط كده وبالتالي النادي كل ما بيبقى عنده بيخلص موسم بيطلع له نجم بيبيعه للأهل او للزمالك بياخد الفلوس دي الصفحة على قطاع الناشئين يطلع له نجم تاني وهكذا فانت بتكون النتيجة ان النادي دائما داير دي عدت خلينا اسألك سؤال بس تعالى الاول نمشي معاك واحدة واحدة في كسة بنفيكا بنفيكا اخر خمس سنين جواهو فيلكس 127 مليون انزو فرناندز انزو فرناندز ده عنده شرط جزائي 110 مليون مدبع مليا واحد وعشرين فوق الشرط الجزائي علشان خطر الناس اللي هتدفع الشرط الجزائي لازم تدفعه كاشا فانت عايز تقصد زود عن الفلوس 10 مليون يا سلام فاهم فانت انا حكس فوق الشرط الجزائي اللي هو كبير اصل اصلا فقدروا النظر الشرط الجزائي في عقد بقى المحمدي كان 6 مليون جنيه طيب روبين دياز 71 ادرسن 40 مليون كمل راول خيمينيز نيلسن المجموعة يا كريم 592 مليون يورو في خمس سنين ده نادي عارف هو عايزي ده نادي عارف كويس ان انا هيبقى دوري الرئيسي ان انا كل مرة انا بصرف على الكيان بتاعي ده كله بصفقة كل سنة بس بص في الاخر المجموع اللي عمله لو الاسماعيلي كان مشى على الخط ده ما كانش ده بقى الحق اللي بتاع النادي لكن احنا دمرنا اقطع الناشئين بتاع الاسماعيلي ودمرنا الكشفين بتاع الاسماعيلي ومدناهمش العلوم الحديثة وما اشتغلناش بطريقة ادارية جيدة نعم بص على لايبزيك ونبص على اندية الاستثمارية دلوقتي اندية زي فيوتشر مثلا ابتدت بيع لعيباتها ليه لانها صرفت فلوس كتير جدا في الطلعة فانت اه الفلوس اللي انت صرفتها في الطلعة جت مرحلة ما اكتشفت انك مش هتقدر تجمعها فانت لازم تفضل تصرف الارقام العالية اللي حطتها على نفسك فالنتيجة ان عدد من اللاعبين انتقل من الفريق بينما انت لو كنت اشتغلت بالطريقة دي انك لايبزيك عندهم رالف رانجنيك جابوا راجل اداري الراجل ده مسك مدير رياضي هو عارف كويس قوي الكورة الحديثة هتعتمد على الضغط العالي الضغط العالي وخبالك دي حاجة معناها فيه لعيب كويس وفيه لعيب كويس مناسب ليك بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لو جد لو ديت مدرب دفاعي محمد صلاح هيخلي محمد صلاح كوينجي مين عايز يرجع يدافع هل دي هتبقى حاجة كويسة للصلاح؟ ولا هتفيد صلاح ولا هتفيد الفريق بالزبط كده بينما لو انت ديت محمد صلاح لمدرب زيوردان كلوب السوق رايح على فين؟ فبالتالي هو اما طبق كمدير رياضي قال اهم حاجة بالنسبة لي تعينات المدربين اللي في اقطاعات الناشئين انا عايز المدربين يكونوا اعلى حاجة على مستوى اللي يقل بدنية الرياضية حلو علشان يطلعوا اقوى طاقة واقوى انتاج بدني عند اللاعب فده يساعد اي مدرب انه يقلل زمن استرجاع الكورة من 15 ثانية ل 10 ثواني من 10 ثواني ل 6 ثواني وتبقى هي دي اغلب التدريبات بتدور في فلك الموضوع ده فبالتالي انا هطلع اللعيبة اللي انا عارف كويس ان هما هيبقوا ليقين على الكورة الانجليزية تحديدا تعالى نبصروا على اللايبزك عملوا ايه؟ جافارديول سوبوسلاي كريستوفر نكونكو نابي كايتا تيمو فيرنر كل دول على الدور الانجليزي ليه؟ انهم عارفين ان الدور الانجليزي هو الدور الاكتر قدرة بدنية وتنافسية والاكتر قدرة شرائية فانا هصدر لعبتي لان في العادي لايبزك والاندية الالمانية كان بتصدر لعبتها البيرن ميونيخ صح فانا بصنع منتج يليق بالسوق الانجليزي بالضبط كده فانا خلاق رعيفة السوق الانجليزي محتاج ايه؟ ببصات شديدة كدناك بتفتح مصنع فعلا بس كده وبتصنع المنتج ده يليق بالسوق ده عشان وادل بيجيب لي فلوس كويس بالضبط كده هايل هايل بعدها في سبع أسابيعين غير المدرب تاني بعدها في ثمن أسابيعين غير المدرب تالت ونفضل أعمالين نلف حوالينا في سنة وإحنا عارفين إحنا عايزين إيه؟ ولا لعيبة واخد أحسن تعليم ولا للمدربين واخدين أحسن تعليم ولا حد واخد تخيل إنك الفلوس اللي بتصرفها في صفقة بتصرفها على المدربين في تعليمهم هيفرق معاك قد إيه في اقطاعات النشرين هتطلع على كم لعب صفقة تانية هتصرف بيها بدل ما هتصرفها الأدوات التدريبية والأدوات الرياضية تلات صفقات إنت ما عملتهمش بس أشوف إنت هتكسب فلوس عاملة إزاي بس هنا هيقول لك حاجة مهمة وده لك مش عايز أعطعك فيه إنه أنا كإدارة نادي على ضغوط جماهير أنا عايز أقول للجمهور أنا جبت ليه بأجانب لكن لو قلت للجمهور أنا نهارده نزلت صرفت 2 مليون دولار على كتاعة الناشئين وبتاع هيقول لك آب أنا ما شفتش حاجة حلو قوي كده ما بتشوفوش دلوقتي صح صح كده صح قوي كده